الآية السابعة والستون بعد البسملة من سورة المائدة تحدثنا عن هذه المضامين بإجمال التفصيل نستطيع أن نحصل عليه من آيات أخرى أو من أحاديثهم التفسيرية يا أيها الرسول الخطاب لمحمد صلى الله عليه وآله في جهة الرسالة الرسالة التي القرآن هو جزء منها الرسالة هي منظومة الدين بكل تفاصيله من جملتها بل في رأسها الرسول نفسه هو جزء من منظومة الدين يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته إذن هناك مرحلة فيصل ما قبل الغدير هناك رسالة لا نستطيع أن نقول من أن ما قبل الغدير ليس هناك من رسالة هناك رسالة هناك مرحلة هناك منظومة دين متكاملة بحسب المرحلة هناك محمد صلى الله عليه وآله وهناك علي إلى جانبه في تلك المرحلة وهناك القرآن وهناك 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 لكن العمر الإفتراضي قد انتهى لهذه المرحلة بدأت مرحلة جديدة وإلا فليس من المنطقي أن ما قام به محمد صلى الله عليه وآله من بعثته إلى يوم الغدير ليس له من قيمة ما كان علي معه وولاية علي كانت ثابتة وقد ولى علي حينما جمع الهاشميين في مكة لما نزلت الآية تأمره بإنذار عشيرته الأقربين الحكاية المفصلة في كتب التاريخ وسير وكيف أنه جمع الهاشميين ونصب علي وزيرا له وخليفة من قبله عليهم حتى أن أبا لهب استهزأ بأبي طالب كيف أن محمدا نصب علي هذا الغلام الصغير نصبه على أبيه أبي طالب شيخ بني هاشم هذا أمر معروف في كتب السير والتاريخ لا أريد أن أقف عنده فليس من المنطقي أن كل ذلك ليس له من قيمة ليس له من قيمة في لحظة انتهاء العمر الافتراضي لتلك المرحلة بهذا اللحاظ لأن العمر الافتراضي قد انتهى لمرحلة التنزيل وبدأت مرحلة التأويل فجاءت مرحلة التأويل ناسخة لمرحلة التنزيل وهذا واضح من الآية بشكل صريح لو لم تكن هناك عملية نسخ لماذا قالت الآية واصفة للذين لا يؤمنون ببيعة الغدير من أنهم كافرون وهذا هو أشد كفر في القرآن لماذا؟ لأن الرسالة التي تشتمل على الإيمان بالله وعلى الإيمان برسول الله وعلى الإيمان بالقرآن وبما فيه من الاعتقاد باليوم الآخر وغير ذلك لا قيمة له بالقياس إلى بيعة الغدير الآية تقول وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يعني أن الكفر بهذه البيعة هو أشد من الكفر بكل تلك التفاصيل فلو لم تكن هناك عملية نسخ من هنا نحن نقول خذوا بقول المتأخر بقول المتأخر من المعصومين فلو قال علي كلاما مخالفا لبعض ما قاله رسول الله ونحن متأكدون من أن علي هو الذي قاله فإننا نأخذ بقول علي لأنه هو المتأخر وهكذا لو قال الإمام الجواد قولا يخالف الذين سبقوا فإننا نأخذ بقول الإمام الجواد وهذا هو معنى التدرج في التأويل ما هو بخلاف للذين سبقوا لكن في عصر كل إمام أو في عصر كل إمامين بحسب المراحل التي يمر فيها التأويل يصدر عن الإمام بما يناسب تلك المرحلة وهو عالم بأن الإمام الذي سيأتي من بعده سيقول قولا آخر لأن عملية التدرج في التأويل هي هذه قد يكون قول المتأخر من أجل التقية هذا لا نعمل به إذا ثبت عندنا من أن المتأخرة قد قال قولا بحسب قانون التقية بحسب قانون المدارات فإننا لا نأخذ به لأنهم هم الذين قالوا لنا لا تأخذوا بكلامنا إذا كان بحسب قانون التقية وإنما نأخذ بقول المتأخر إذا كان ناسخا لقول الذين سبقوه بحسب التدرج في البيان التأويل وهذا هو الذي تتحدث عنه الروايات من أن علامة الإمام المعصوم أن يعلم الناسخ من المنسوخ فهل المراد أنه يعلم الناسخ من المنسوخ من أنه يعرف الآيات التي هي في المصحف وهذه الآية نسخت هذه الآية ما أنا أعرفها وغيري يعرفها المتخصصون بدراسة القرآن يعرفون الآيات المنسوخة والآيات الناسخة فهل أنا إمام أي منطق هذا قد يكون هناك خطأ في معرفة بدرجة ما وقد يكون هناك خطأ في معرفة الآخرين بعدد الآيات المنسوخة والناسخة لكننا بالإجمال نستطيع أن نعرف الآيات المنسوخة والآيات الناسخة فذلك مبين في أحاديث العترة الطاهرة وحتى لو لم يكن مبينا من خلال المقارنة بين الآيات وما جرى في السيرة العملية على أرض الواقع لمحمد وآل محمد صلوات الله عليهم نستطيع أن نشخص من أن الآية الفلانية نسخت الآية الكذائية فهل هذا هو العلم الخاص الذي يتميز به المعصوم ويكون علامة خاصة به أي منطق هذا؟ ما أنا أعرف ذلك بإمكاني أن أتصفح معكم المصحف وأقول لكم هذه الآية منسوخة وهذه الآية نسختها ليس من عندي من أحاديثهم الشريفة إنما المراد في علامة الإمام المعصوم من أنه يعلم الناسخ والمنسوخ في هذه المسيرة التأويلية ويكون البيان بحسب حكمتهم فقد ينسخ حكم في مرحلة وقد يعودون إليه في مرحلة أخرى هذه مرحلة التأويل كما قلت لكم قبل قليل تستمر من بيعة الغدير إلى نهاية الدولة المحمدية وهي على مراحل طبقات وطبقة تنسخ ما قبلها هذا هو السر في اختلاف الأحاديث مشكلة مراجع الشيعة من أنهم لم يدركوا هذه الحقائق وأنا متأكد من أن بعضهم حينما يتابع حديثي الآن إنه يسمع كلاما جديدا إذا لم يكن قد سمع برامجي السابقة المفصلة التي تحدثت فيها عن هذه الموضوعات أعود إلى الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول إنه صاحب رسالة وصاحب الرسالة صاحب منظومة دين متكاملة يا أيها الرسول وخاطبه الله بصفة الرسالة وهو متلبس بهذه الصفة كما يقولون في شرح المعاني يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين فلما حصل التبليغ نزلت هذه الآية اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينة أكملته أكملت لكم الدين حينما انتقلنا من مرحلة التنزيل التي كانت مقدمة لمرحلة التأويل ودخلنا في مرحلة التأويل فقد أكمل الدين لأن الدين في مرحلة التنزيل بحدود مرحلة التنزيل كان كاملا لكن بالقياس إلى مرحلة التأويل فهو ناقص وناقص 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 فحينما دخلنا في مرحلة التأويل قال الله سبحانه وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينة إذا رجعتم إلى الروايات والأحاديث في معنى الإسلام الإسلام ولاية علي الإسلام التسليم لعلي وآل علي هذا المضمون ورد في أحاديثهم ورواياتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الإسلام هو التسليم التسليم لمن؟ التسليم لمحمد وآل محمد الحديث هنا عن مرحلة ما بعد بيعة الغدير سيكون التسليم لمن؟ سيكون التسليم لعلي وآل علي هذا هو معنى ورضيت لكم الإسلام دينة في القرآن ما يشير إلى حالة التدرج في مرحلة التأويل على سبيل المثال إذا أردنا أن نذهب إلى سورة الأعراف وفي الآية الثالثة والخمسين بعد البسملة من سورة الأعراف هل ينظرون إلا تأويله؟ ينظرون ينتظرون ينظرون ماذا تعني؟ ينظرون ينتظرون هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني أن التأويل يأتي تدريجيا هناك انتظار للتأويل هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا؟ أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون بحسب تفسير علي وآل علي هذه الآية وما يماثلها من آيات الكتاب الكريم في ظهور القائم وفي الرجعة عودوا إلى تفسير القم وغيره بحسب تفسير علي وآل علي هل ينظرون إلا تأويله؟ ينتظرون تأويله؟ يوم يأتي تأويله يأتي تأويله الأعظم في يوم الخلاص عند ظهور الحجة بن الحسن ويأتي التأويل الأعظم الأعظم في الدولة العلوية التي تسبق الدولة المحمدية ويأتي التأويل الأعظم 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 في الدولة المحمدية الخاتمة هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق هذه الحقائق كنا قد سمعنا بها أما يوم القيامة فهو اليوم الذي يكون جماعاً لكل مراتب التأويل فهذه الآية وما يماثلها من آيات أخرى في الكتاب الكريم تفسر بيوم القيامة أيضاً لا بد أن تعرفوا من أن القيامة بحسب ثقافة العترة الطاهرة هذا المصطلح أطلق على قيام الحجة بن الحسن إن كان في القرآن أو في حديثهم الساعة والقيامة أطلق على ساعة الظهور على قيامة الظهور فقيام القائم قيامة والرجعة قيامة والقيامة الكبرى قيامة وسيأتي الحديث عن هذه العناوين أيضاً في شؤون النبوة الخاتمة سيأتينا الحديث عن قيام القائم وعن الرجعة وعن القيامة الكبرى لكن هذا العنوان عنوان الساعة عنوان القيامة يطلق على هذه المراحل على قيامة القائم وعلى قيامة الرجعة وعلى القيامة الكبرى في القيامة الكبرى يكون الأمر جماعاً كاملاً جمعاً كاملاً لكل مراحل التأويل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون في سورة يونس وفي الآية التاسعة والثلاثين بعد البسملة بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله ولما يأتهم تأويله لما بمعنى لم لم يأتهم تأويله بعد وهذا يشير إلى التدرج التدرج في بيان التأويل لا أتحدث عن معلومات أتحدث عن منظومة الدين بكاملها بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله فعملية التأويل تأتي بشكل متدرج فما هو في المراحل الأخيرة لم يأتنا ولما يأتهم تأويله وإنما يكون التأويل بحسب كل مرحلة من مراحل الدين ابتداء من بيعة الغدير مرورا بالغيبة فالظهور فالرجعة وانتهاءا بالدولة المحمدية العظمى حيث تتحقق حقيقة بعثة محمد وحيث يسمو دين محمد وحيث يظهره الله على الدين كله نذهب إلى فاصل